اشتركوا في القناة 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 بصراحة اشتركوا في القناة في الغيادة لا اشتركوا في القناة بروهانده اشتركوا في القناة قتل اشتركوا في القناة 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 ها كيف الدعم السريع بقارين لايف مباشرة تحدى لايفكم مباشرة تحدى ما تسجيل عشان ما تقولوا قطعتوا الصوت ويجبتوا ناسكم زي الكلبة الحسي بيقول انه الجيش تهزم في بحر وماش احتفل في الحماداب احتفل في الحماداب ما ما فيها دعم السريع ما يحتفل هرايك شنو لكن احنا من مبارح الجيش تحركاته بالمناسبة عمل الله تشفير ما واضحة الله يا زول شفنا الليلة الفيديوهات ده تقول لك بالطيران يا معلم ده ما شغل الجيش يا زول نعم ده ما شغل الجيش ده ما شغل الجيش قول والله والله جت الجيش شغال حاجة ثاني الجيش شغال من مبارح اه ناس بوري الدرايسة ربنا يغطى عليهم ناس بوري يغطى عليهم من امس بالليل سامعين التدوين انتو واسلحة تقيلة ساعة اثنين صباحا ما وقفت الدعم السريع انت قعدت تتحاصر بالمناسبة هو اللي بيعملوا فيه في بحر ذات الالوشن اه ايامكم قربت ما كان فيه مدينة قدت قاطعين الكباري وماشيين ومرتاحين وقدربناكم في اللشارة مرتين وثلاثة قدخش اللشارة دي تاني فاضل لك كم كبري التال بتتقاطع بين دعم السريع انت ما فهم الكماشة اللي انت فيها لكن خطورتها ما جيش ما جيش اللي حيحسم الدعم السريع تاني بعيد لك اللي بتختصبوا فيهم انت والله العظيم حتخشوا مدرسة التاريخ براوي كتب فيها ثلاثة مجلدات بس الدعم السريع في بري حتشوفوا في احياء كتيرا مبارحة تدوين شغال فيها من الساعة اثنين صباحا من الشارع مدني ده بكل اللي بتجهد وحسي الدرب شغال لكن ما في شبكة ما في تواصل في مشكلة بتاعت الشبكة دارينا حلة هسي يا زين يا شركة زين يا الفاتح عروة انتو بتدي الناس دقائق مجانية او جيجابات ميجابات مجاني فبدي بيقرو بيها ما بيقدروا يشوفوا فالناس ما فهمة فيشنو بيقعدوا يسبوع ما عارفين فيشنو فعليا ما عارفين في مشكلة التواصل حسي القاعدين ده الجوزه في السودان وجوزه برا ما عارفين فيشنو يا المشكلة انو في نت الان رجع الحمد لله شبكة بدت ترجع كويسة في كل الشبكات في كل الشركات في مشكلة رصيد ما بيتحولوا ما يلاقي انو الناس بتاعزين تحديدا الموضوع ده يتحلى كيف دار مقترحات شريعة الجيش تفتح محلات يوزع فيها رصيد تخد رغم ما الناس تتصل به من برا دارة فكارنا النت الشبكة راجعت لكن ما في رصيد الناس تشتغل النظر تشوف الحاصل تتكون فكرة دارينا عمل طرابط النظر تتحرك دارة تشوف الحتة الامنة ده شغل ده مهم جدا للجيش واحد من الاعمال انك الشارع يكون فاهمك بتعمل فشنه لانه هنا في ناس محبوسين اسبوع بيجي بقول لنا الجيش قاعد يتخصفكم هو بصدق الكلام هو بصدق الكلام ده مش بصدقه انك تقاتل يا جيش لا بصدقه بحصل له وإحباط انه ما حيشوف لحظة النصر دي في ناس ثلاثة اربعة خمسة يوم ما قاعدين يأكلوا والله في ناس فتحوا الآبار القديمة بتاعت البيوت والسبتتانك والآبار بتاعت الصرفي دي عشان يشربوا مويا في ناس ما عارف الحاجة دي الناس دي بتعاني يا جيش عشان هم مؤمنين ويقين انك حتينتصر صمود زي ده بالمناسبة ما حيروح سي الصمود ده ما حيروح سي والنتيجة حقته ما حتكون مريم ولا خال السلق ولا اطاري ولا حميد تتاني الناس تفهم الحاجة دي الجيش شغال وبيخطة كويسة وواضحة وبديتوا شوفوها والناس بس دارا اي حاجة يشوفوها جيش طوال بيجروا تهليل وتكبير واحضان وغنى معاو لان دي معركة فناء الشر هو اسي كان بتطاول علينا خال السلق ويقول يا اطاري يا حريب ليه بل هنو عارف انه الدعم السريع وراه ولما النشيل الدعم السريع خال السلق بيمشوا وين الاحزاب بدت تصحى يا حرية وتغيير الحزب بتاع الامة مطلع بيان خطير جدا اسيا مريم ممكن تنفيه طبعا انا ما عارفك كنت زولة ضررانية انا عارفك بتحب الضر قس دا قبل شوية بيان ظريف لطيف حزب الامة معاينة استاذ مريم وتمنى انه الموضوع دي يتنقل لكل الاحزاب مذكرة تصحيحية من كوادر حزب الامة القومي تمهل قيادة الحزب 72 ساعة اذا لم يعلن موقف واضح تجاه الماليشيا سوف يتم نشر المذكرة للرأي العام بهم منفعة شنوية حركة تصحيحية قليك حيث تضمنت المذكرة الاعتراف بالجيش مؤسسة رسمية للدولة وان الدعوة لاصلاحه هي لتقويته لا لتغويضه وهزيمته مذكرة في حزب الامة الان يا مريم خليكي قاعدة في مصر او ارقين خلي عبد الرحمن لابسكك القوات المسلحة ترقيات استثنائية من ملازم لحد دلوة اضافة لها وظيفة دستورية مستشار في مكتب رئيس الجمهورية وما تحاسب وما تحاكب مع النظام السابق يقول لك التاكوز لكن لدى دا قدامه مبجي بسيرته الناس ويعت شديد يا زول حزب الامة مريم قلنا لك حزبك حيدفرتك واحد واحد المؤتمر السوداني الاستغالات حقته دي مضمنة انه موقف المؤتمر السوداني من الماليشي ما بيوصفه ولا بيوصف جرائمه الناس واعية ما ممكن انت تكون عضو في حزب المؤتمر السوداني والدعم السريع محتل بيتك ومختص بامك واختك وانت ساكت يبقى انت ما بري ادم خليك من انه ولائك للحزب الدقار قاعد في مصر لو ثلاثة يوم ساقلت شغالة بتاعته مطلعين للشغالة الاجنبية جواز قاعدين ناسي في سكس ستوبر سكس ستوبر ولا اسمها شنو سكس ستوبر ستوبر دي شنو اكتوبر قاعدين بيسمعوا في اللايف ده حسي كنداشة ضربة كشريك ما عارف سحلبك ما عارف شيشتك دنيتك او هامك طرابيزك اتا بتموت هنا تقول لي ولاء الحزب والمؤسسة التي يا رجال جمرح جمرح حماتي حيمشي والدقار حيمشي حتفضل انت انت البزر حاجة مستقبل انت الدولة انت الشعب انت الارض بغض النظر عن غلطك بتتبع الحاج لما نصهر لك ده حزب يا حزب الامة الان صحة مذكرة تصحيحية امهالتكن ثلاثة يوم توصف الدعم السريع مليشيا وتغروا بانه الجيش هو القوى النظامية حقا الدولة الدعم السريع مليشيا قاعد في بيت الصادق المهدي ابو مريم مريم مادر تطلح كلام مبارح رباح بتكلمنا عن ان احنا لو لقينا العساكر بتاعنا الدعم السريع عاملهم باسلمية قاعدين في بيتكم ورينوا انت تعاملكم كيف لكن انت لما نقول لك في اغتصاب ما تكلمتي لما نقول لك حاجزين اسر 25 يوم الناس ما لاقي تاكل وتشرف في بر الدرايسة ما تكلمتي ولا قلت للانصار انزلوا حرروا الناس لجنب الازاعة يا رباح احنا عمالتكن دي ما دار دارز عصور حزب الامة دي لسودانيين بالمناسبة الاتحادي الديمغراطي السودانيين الحزب الشيوعي السودانيين انت بشر انت بشر انت مات للحزب في حالة السلم نجي ندعمل بيتعامل الديمغراطي تنشر لي فكرتك اسي تعال انشر لي الفكرة بتاعت الحزب الاتحادي الوحدة احيق قاعدين نموت الناس معلك اتحادي وقال والازهري رفع العالم مايرفع العالم ولايرفع الكوكب انا ماله وماله يا اخي حتكلمنا عنه شنو يحسي حتكلمنا عن تاخد الساتر اجيب لك الدواء ادخل لك غزاء اصبر علي ثلاثة يوم اتماسك ده الكلام الدارز معنا انت سوداني انت اللابس الكاكي سوداني انت المالابس الكاكي سوداني في قوة محتدية الكلام واضح الكلام واضح ده حزب مرق الان حزب الامة ربنا يحفظ الشباب الفيو الوعو الان لخطر الحاجة ما ممكن انت تموتوا الان ومحاصرين في الملازمين وادنوباوي وبيت المهدي محروز بالدعم السريع عشان يوحوليك انه الدعم السريع احتل لبيتنا واحنا طلعنا قضابين الدعم السريع اصلا الحارسكم اصلا الكونفوي بتاع الصادق المهدي دعم سريع اصلا قبل ما يموت دعم سريع فاحنا الحتة دي ما نخوش فيها 2019 قلت لك الكلام دعم السريع ان ندخل في حزب الامة خلاص احنا فيهمنا دي طيب احنا حرية وتغيير يا احزاب والله العظيم ما دعينا لحرب ولا يجب نسيرة حرب عمر الديجير كتب مقال طويل بتكلم عن المعارك الليلة فعمر الديجير مغاله مرة عليكم اخواننا في ظل الازمات دي قال احب يكلمنا حاجة عجيبة جدا قالت كده قال قبل ثمانية ساعات وما الحرب الا ما علمتم وذغتم عشرة مايو الفين تلاتة وعشرين عندما قال الشاعر الحكيم زهير بن ابي سلمة في قصيدته عن حرب داحس والغبراء وما الحرب الا ما علمتم وذغتم سمحتوا الكلمة دي وين انتو؟ انا لما اول من قريتها الكلام دا قلتها يا ربي الكلام دا بايت ولا شنو؟ بطريقة ما اول امس انا شغلت فيديو والزولة اجي في الفيديو قال شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الشعب السوداني الكريم تحية الاباء والسمود لقد ظللنا في التجمع الاتحادي يا دول دقيقة بس دماغو ده لا تدفع ببلادها وبالتيادة بلادها الى ادون الحرب لان الحروب دي جربناها وما الحرب الا ما علمتم وذغتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها زميمة وتطرى اذا تريتموها فتطرمي شكرا لك يا بابكر فيصل رئيس الحزب الاتحاد الوحدوي الفيديو دي يوم 2 يوليو 2021 لا يمكن يا عمر الدقير تكون ما شا سمعتو مستحيل وتجي تكتب الكلام ده ذاتو وهي دمال ابيات القالة زهير ابن ابي سلمة فتح لينا باخونا عمر الدقير مغالو افتح ثاني نسمعه القوة السياسية العاقلة لا تدفع ببلادها وبقيادة بلادها الى ادون الحرب لان الحروب جربناها وما الحرب الا ما علمتم وزغتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها زميمة وتطرى اذا ضرتموها فتطرمي الكلام ده يوم كم؟ يوم 2 يوليو 2021 ندوة التجمع الاتحادي بمدينة القضارف نصبح الليلة سبحان الله نلقى عمر الدقير انا شغلت الفيديو ده اولميس عمر الدقير فتح المقال بتاعه وما الحرب الا ما علمتم وزغتم قال فانه لم يكن ينطلق من الاحكام للظنون او الحديث المرجمي نفس البيت الفتح بيه الزول ده سمحت وين؟ قعدت تسمعني يا عمر الدقير ايه الليلة طيب يا باب انا جا اخد معك سيلفي اقف على حيلك قال لينا وان حرب الا ما علمتم وذغتم اقسم بالله العظيم ما علمنا ولا ذغنا ايه رايك؟ لما انزهير ابن ابي سلمة يتكلم في داحس والغبراء يتكلم عن ناس ربنا نزل فيهم القرآن وختام الرسالات السماوية انت عارف ليه اختارهم؟ لانه كان شعار اذا ما الملك سام الناس خسفا ابينا ان نقر الزل فينا قال الكلام ده منه؟ ده قالوا عمر بن كلثوم قالوا لعمر بن هند ملك الجزيرة العربية كان فاهم ملك هنا في الحيرة وملك النعمان ملك ملكين ما بينفع انه يتسيد عليهم زول ظلمون كلمتين الكلمة الاولى عمر بن كلثوم قاعد مع الملك عمر بن هند في السيوان حقه والصولجان والدنيا امه قاعدة معاه امه جوه قامت قلت لا عليك الله ميد ليه صحا ده؟ قالت واع امراه شال السيف حق الملك كتلوا باهو قبل ما يفهم امه وقالت له واع امراه لشنو قاعدة مع النسوان جوه دي طبيعة ديل الحرب وما قد علمتم عمره 17 سنة عمره ابن كلثوم سمسحة الصباح كده طلع برا وقال له علاس جارة في الخيمة كشف كده لقى ابوه طالع من الخيمة مع امه وده مع ابوه دي امه قال له كنت وين يا حاج؟ قال له يا اهو قاعد مع امك جوه صحيني ادوك قال له يا اخنا هذا زول راجل فارس عندي قصيدة معلجة في الكعبة ابوي لسه بيرجد مع امي طلقه احسي طلقه عشان كده ده قال له وما الحرب الا ما علمتم احنا الحرب ما علمناها لما انت تجي تقول لي يا بابكر فيصل وتجي انت يا عمر الدجار تقول لي الحرب وما علمتم قال له لا في حرب منه قال يا اطار يا حرب منه قال برهان لا قال العميد طارق لا قال صرفة لا حصل مرة خيرناكم بينه يا اطار يا حرب ما كلتا ليه انت يا دجار ما الحرب الا ما علمتم وذوقتم يا دوبنا علمناها ويا دوبنا زغناها انت كنت عارف البيت ده قبل كده كنت عارف الحروب انت وكت كنت عارفة ليه خطيت خيارين يا اطار يا حرب ليه ما خطيت خيار تالد يا انتخابات يا استفتة يا مشاورة ليه ما قلت الكلام ده يا عمر الدجار طال يحسي قاعد بتضرب في كينتاكي وقاعد معاك حرسك ومعاك دافعي ليك إحنا طبعا إنت ما جيتوا لما السورة دي جاتوا ما كان عندكم قرش مشيتوا طوالي اللي مارات البشنو البتاع مشيتشتريتوا مغار في العمارات جبتوا القرش من وينها مطمرة سودانية كلهم مقطعين ما عندكم قرش الحيزب دا أصلا كان بصرف عليه وجهز الأمن البصرف على إبراهيم الشيخ جهز الأمن بصرف على إبراهيم الشيخ مديوا أسواق بتاع تمدربان اعتقلوا كله مرتين كده يقول لك الشريف وما عارف المناضل وخرابط حسي قاعد في مصر مش يصلح البوري عمل عملية البوري قاعد لحد الليلة ما دارجي فشنو يعني لملمتوا كلكم هناك في مصر شاب كنا نترس الشمال ياخ الفترة الفاتت واضح إنه في إنهاك اقتصادي للمنطقة دي عشان تخش في حريب لا لا حسي قاعدين كلهم مجدعين في مصر جزم الحرب وما قد علمكم علمناه وين يا أخوي بعد ذلك كاتب لينا ستة وعشرين ألف سطر ستة وعشرين ألف سطر زهير بن أبي سلمة في قصيدته عن حرب داحس والغبراء طيب تصريحات الفريق أول عبد الرحمن الغايدة العام لقوات المسلحة التي أدلى بها لقناة الغاهرة وأكد فيها أن الحل السلمي هو الخيار الأمثل لأزمة السودانية خطوة إيجابية للأمام طريق لمعالجة هذه الأزمة أول حاجة أستاذ الدجير أنت ملك ملوك السفارة يوم خمسة أربعة 2019 عندي لايف قبل يوم ستة اللي هو الناس طلعت الشهر اللي أزغط البشير أنا من البداية عمر الدجير دا ما شاهله معي واسمه والله ما كنت بعرفه أصلا يعني بقوله غلط وين عندي مشكلة أسماء أصلا لكن الزلده مع راكب رأسي أول من اعتقلوه أخد شهر وطلع من المعتقل والبشير قاعد في غصر وصلاح جوش قاعد وقادة الجيش واللجنة الأمنية قاعدين ألقى عمر الدجير طلع من المعتقل بتهمة محاولة تغويض النظام صحيح له أول زول زاره بتاع سفارة النيرويج قلت خير ما مشكلة ممكن صاحبه ولا حاجة مع رجال كبار بعد شوها السفير القائم بالأعمال السفارة الأمريكية عمر الدجير بعد شوها السفير البريطاني في بيته بتصور بين هالزولاء في الميديا وعندهم جرائد المعارضة حقتهم بتجيب سرعة التغى في مكتبه نهار أمس رئيس حزب المؤتمر السوداني السفير معارف الاتحاد الأوروبي انت المبارح البشير ده معتغلك في شنو كان معتغلك في شنو يا عمر الدجير اللايف ده قاعد يوم 5-4-2019 قابلي وفي لايفات كتيرة بتكلم عنه عمر الدجير والخيانة والعمالة وصمت الحكومة بتاعت الإنغاز والكيزان شايفينه لأنهم ديلي البديل حقهم كانت واضحة عمر الدجير حسي 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 كان مع السفير البريطاني قبل الحرب دي في مكتبه بلاقيه في بيته بلاقيه في بيت الأسرة بلاقيه بيطلع زيارات مع السفير البريطاني بيمشي بريطاني كان قاعد في بريطاني دعالت فيها اخد فاها بعد السورة كده سنة ولا شنو بصلح البوري برضو فلما انت شوف حاجة دي عمر الدجير حسي الكلام بتاعك دي إنه الحل سوداني وما سوداني الكلام دا ما دا أسمعه منك الكلام دا أقوله أنا لكن انت عمرك كله مقضيه وصفارات ومقضيلينا بعسات أممية ومقضيلينا فوكلر يا أخي عمر الدجير دي أخوان لو راحة النظارة حقته بيمشي السفارة البريطانية يعني بيشوفه صورة كنت قاعد واسمبولا ما أعرف يا تسمبولا فين شالة النظار دي تفتكر الحاجة دي بتمس جوارح بتاكوة تحمل ليه في خرابيت حريي اللساتك وخرابيتك دي حسي انت ما درت تجيب لينا ولا سفارة ولا ترسل ولا سفارة عن الانتهاكات اللي بتحصل للشعب السوداني سميها انتهاكات لكن ديهاي الليلة تقول لي يا أخي كويس إن البرهان يتكلم عن الحل السلمي الحل السلمي الحل السلمي بين منو ومنو بين البرهان وحمدته وانت شدخل أمك شنو يحتى في الموضوع دا برهان وحمدته مشاكلين تدخلك شنو يتكلم عديل يا عمر الدقير البرهان بمثل منو حمدته بمثل منو والحل السلمي دا حيقود عليك كغوة سياسية كيف يتدخلك شنو ورينة حتخش في الموضوع دا كيف أنا ده أرفها محسي الغوة السياسية منتظرا راجع من وين يا عيال ترى خليكم جادين يا عيال البوره ما هي اللوز عملية اللوز للكبر خليكم جادين يا عيال ترى أنا ما عسي بمفعله بتاهو عمر الدقير احنا الحارب ما خبرناها خبرناها حسي قال بابك رفيصل وقال بتاع جعفر حسن قال يا اطاري يا حنشيل سلاح طيب لما جاءت الحارب وخبرناها عمر الدقير زهير ابن بيسول ما كان شايل سيف وراكب فرص وبحارب انت لما قلت الكلام دا لا يتفق معك انت ركبت بص مكيف وهربت الى مصر جاي تكلمنا الليلة عن الحارب جاي تكلمنا الليلة عن الحارب التركيب تلبسوا هربت جاي تقول ليه الحارب خبرتوها حتى كل الحرية والتغيير اللي كانوا اعضاء في الاطاري ما صبروا على الموضوع دا كله الريقب وتخارجوا شاب كنا الحارب لا 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 ما في كلام زي دا عمر الدقير الحارب احنا ما علناها ولا قلناها لكن انت بتقدر توجه رسالتك لزول الاعلنة يا عمر الدقير دارك تكتب رسالة لزول الاعلنة للحارب تكتب ليه رسالة لزول الاعلنة للحارب فضل يا عمر الدقير تصبروا بس حمدتي في باسقات حدد بالتمرد قال يا اخوانا يا تقبلوا بالاطاري يا البلد حتقوم حارب قال قال عديل ماذا ليشتغل قال يا تقبلوا بالاطاري يا البلد حتقوم حارب جميل ما اشتغل حمدتي هدد بالحارب حمدتي في التخريج بتاع الكلية الحربية قوته بعد ما جا راجع من الامارات هدد بالحارب انت هددتوا بالحارب جاي الليلة تكلمنا عن انه يا اخوانا الحارب دي انتو لو زغتوها او خبرتوها خبرنا وزغناها يا عمر الدقير والان المعركة تحولت ما احنا بنتحارب حسي يا الاطاري يا الحارب يعني انت فاكرين حسيت يا تزلنا تقول لنا احنا ما كلمناكم انه يا تقبلوا بالاطاري يا الحارب ما سمحتوا كلامنا كلام ده موجه لنا احنا احنا شاورتونا بين الاطاري والحارب ما كنا بنسمحكم بره بس اللجنة المركزية يا اخر اتماع لها قالت الاتفاق الاطاري لن يعرض على الاعلام عشان ما يحصل شوشرة بعد ما نتفق عليه ونصيغه وبعدين نعلنه للشعب السوداني بعد التوقيع يا اي تقول ليه الليلة انتو الحارب تزوغوا ولا كنت بتتكلم مع البرهان حسيت البرهان ما بشكر فيه ولا محمله مسئولية اصلا ولا حتقدر تحمله مسئولية البرهان ما قال لكم تعال اقعدوا نقعد نتفق الحميدتي قال يا اطاري يا حارب قال يا اخي خلاص قال ليهم خلاص يا اخي تعالوا للاطاري اخر تصريحات حميدتي قال شنو اخر تصريحات قال شنو قال يا اخي في في لولوي اسلامين في الجيش السوداني انا ما حوقع الاطاري ما لم انضف الجيش من الاسلامين تصريح قالوا حميدتي سألنا قلنا حميدتي عرف انه في اسلامين في الجيش كيف معناه في طابور في الجيش هداه الدفاتر وسجلات القوات المسلحة والحاجة دي طبعا ملموسة في القوات المسلحة قوات المسلحة البرهان كان برفض أفضل رتب وأفضل ناس بس عشان بيصدوا ليه حمدتي والعملية بتاعت إعادتك للبكراوي واضحة البكراوي كان يقود انجلاب ضد حمدتي هو لسه ما وصل مرحلة انجلاب اعتراض على غرارات حمدتي صح ولا غلطة ببرهان وعشرات الآلاف من الضباط نزلوا بالطريقة دي حسي احنا برضو من هنا المعاشيين النزلوا أي رتبة كان عنده خلاف مع حمدتي لازم يرجع لقوات المسلحة لازم يرجع لقوات المسلحة الناس عندهم خبرة وناس عندهم كفاءة ناس المرجوا بر البلد خلوها ليكون ناس اللي اتعرضوا ليتهديد ناس الكامأسورين زي اللواء شكرة الله الناس يقول لها ترجع لخدمة اللواء بحر كله هون يرجعوا لخدمة يقودوا الحراد اللواء صادق السيد لذي كل هون عارفين الدعم السريع والدعم السريع عارفهم هون شينو لذي لازم يكونوا في الخدمة ولا انا ما حيعتبر الجيش ده نظف ما حيعتبر الجيش نظف عديل كلام واضح تصريحات دي عمر الدقير قال في باسيقات حمدتي باسيقات دي بتاعه اكبر كوز في بحري لما نعمل فيها اللقابة تاع الجماهير ده ما حق تكوز هي باسيقات دي هو طالح فيها ذاته يقول انا ده ما حا اوقع الاطاري اللي ينظف ليه الجيش من الاسلامين رغم انه هو في الدعم السريع عنده 8000 من كوادر وغيادات هيئة العمليات ده ده الماكيزان الحرية والتغيير ما شايف حمدتي كوز الحرية والتغيير ما شايف حمدتي لما نوقف في 2013 على يمين وصلاح قوش قال احنا دعم السريع ده اساسا انشأنا جهاز الامن واحنا هيئة عمليات وامن عديل قاله لكن هما ما شايفينه اطلع يقول لك اخدت يا اخي عندك ردود انا ما برد يا بابي انا بفرتق الزول اللي بتكلم بس زي حزب الامة ده حسب المؤتمر السوداني حشوف وما بحيكونوا فيه ما مش قلت لكن حفرتقكم احزاب وبعدين حفرتقكم جماعات وبعدين حفرتقكم اقسمكم جنادر الرجال والرخويات وفنمست وبعدين افرتقكم منظمات وبعدين هحاسبكم احنا حمدتي ما جاء البلد دي حلها وربيتها عندنا قلنا لا والله حلها وربيتها عندنا احنا ديل واحنا حنبللك ونحلك ونوديك لي الله وحصل وبيحصل وحيحصل باذن الله ثاني قصة زولت امر فينا واخدعنا عمر الدقير شنو الحرب اذا زغتوها زغناها حسي وعرفناها وعرفنا مرها لكن حضرتها معانا انت حلو يا صرف يا اخي تبتتهم الناس بالباطل وكلامك دايما ما فيه جميل يا اخوانا عمر الدقير ده هرب من الحرب والله ما هرب هرب يا زول انا بتخيل واحد من السنابل بيقول كده والله ما هرب انا اخوانا احنا اشتغل الرياضيات صعبة جدا بس داركم تركزوا معايا والكلام اللي انا بقوله هنا ده لازم انتشر اي كلام انا هقوله من اللحظة ده لازم انتشر تاني انتشر ما بعناها شير لي صوت صرف صوت الحق لا 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 انا صوت حق ولا صوت انتشر الفكرة الموضوع ده بسيط انا داركم تدعا انا قاعد سهيل ليكن الحاجات البسيطة الممكن نتفعل فيها هس احنا دارين نعرف كيف عمر الدقير ده هرب من السودان هنعرفه كيف هناك كده الله يا اخي طلع اسناء المعركة بعد ما حاولوا يدهمه بيته زي ما كل الناس طلعت اتفاجأ كلامك صح وارد انا ما اظلم هناك فكرة 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 سريعة الجواز يا بيبي نعم الجواز الجوازات شنو الجوازات انا حندي معلومة ان الدقير قبل ثلاثة يوم ساقوا اهل الدقير بثلاثة بصات ولا بصين بشغالاتهم بيدونيتهم بحصينهم بكلابهم الاليفة بايباداتهم اهل الدقير كلهم قدوا دي معلومات مغلوطة يا استاذ صرفة ولما نيجي وقت الحقيقة هتنتشف ان الدقير كان قاعد طلع بعد اسبوع حلو جوازه وينه نعم جوازه وينه اي زول مرك برا السودان ده وإحنا في الحرب سياسي ما يفتح ما يفتح خشمه حاضر ما يفتح خشمه اللي يوريني جوازه بكقولك تأشيرة خرج ممكن تتضرب طبعا الدعم السريع بيضربه لك تأشيرة تحت الدخول بتاعت مصر ما في تاريخ دي ما في تجارة تزويره نعم توريني جوازك مركت يوم خمسة عشر اربعة ولا قابليه الاستاذ الاستاذ القاعد في مصر حس اسمه بوارك اردول مرك من حي المطار المحاصر اتحاصرت اسرة البرهان واسرة الكباش والكباش وحيئة العمليات واركان حرب اردول مرك كيف سؤال الناس ما تقول تتجاوزوا مركت كيف اردول جوازك نعم جوازك لكن تطعا ممكن مركت جنوب كردوفان انت شرير يا اردول قسما بالله انت شفت لا من بغادي ذاته يا دوب مشى مصر لكن الفارات كلهم قدوا المشى بأسيوب المشى بأريتريا جوازك معاك يا الاصم سمعنا بيك قدت بأريتريا جوازك معاك قبل ما اسمع اطاري ما اطاري جوازك معاك مركت قبل يوم خمسة عشر طوال الدرواء عرفت كيف في حاجة ما كلمت انا ليه زي ما فضل الاعتصام انت انا ما كنت احاضره ليه يا لاصم ما كنت احاضره ليه يا جعفر حسن ما كنت احاضره ليه يا خالد خالد سلك انت وان الكلام ده حيمشي دي ارواح ودي بيوت ان احنا الليلة بنتكلم عن اسره بيجوا لأبو البيت بيقول له يا اخي بخشوا الحمام حقه في قط النوم بيرجدوا في سرير وبيقول لنا اتاد البنات دلبوا الكلام ده ما حيمشي احنا مش هنفرتج الدعم السريع لا 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 الموضوع ده حيبقى خبير والله اجد جوازاتكم يا عمر الديجار ما في زول يتكلم ليه في موضوع عطار وحرب وسلام والحرب هي محنة الهاشتاك بتاعك بسيط تخش لي يا عمر الديجار تقول ليه طلع لينا صورة الجواز حقك ايت وين حسي مركت يوم كم خدت علينا بعدين تعال نتكلم ولا ديجار ولا امريم صادق ولا غيامة انت هنا واسغ البرير جوازك الزول القرش عربيته بالليل جوازك واضح الكلام ده ولا ما واضح ما بتقدر التمرج مني عشان ما تجي بعدين تقول ليه وإحنا كنا مخندقين للا مخندق دوين في السجلات بتاع بنضرب الخارجية المصرية احنا حنكون الدولة احنا الشعب السوداني حنقود السودان ده ذاته احنا اللي حنعمل علاقات خارجية احنا انا باللايف ده حضره بليل حتكلم مع الغايم بالاعمال المصري اقول ليه جيب ليه جوازات اطلع لايف والرينيل جوازات حق تخالي السلك دخل مصر ولا ما دخل حخش خطوط الطيران كله حجيب اسماءكم ما حتخش السودان ده تاني مش قدت ليه يا اطار يا حرب انا اسيبه اقول ليك يا تعالي موقفك الليلة بالليل وإحنا خلاص انتهت مبارح قفلنا دفتر التاريخ ولا مستعدة اكتب اسماء جديدة اخر ناس هحصلوا الحسي شباب اصلاح حزب الامة امهلوا حزبهم 72 ساعة جابوا لينا البيانة والمذكرة حقتهم انه وصفوا الدعم السريع بمليشيا مجرمة والجيش السوداني هو يمثل الدولة الان وهو يمثل الشعب السوداني مرحب بالاصلاح بتاع حزب الامة غير كده ما فيزل حقش معانا في الدفتر بتاع من الفاص عاليق يعني الحاجة التانية حنفتح لكم دفاتركم والفسادة اللي عملتوه انا عندي حسي هنا الملفات بتاع مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة ده لازم الان العروة الصيفية دي لازم تتحصل الان دارين عدس فاصولية دارين قمحة دارين فكار انا قلتها الليلة قلتها انه الشركات بتاع ال دقلو فيها التركترات تتوزع الى 18 جسم بتاع مشروع الجزيرة تتنظف الترع الان خمسة سنين الترع بتاع الجزيرة ما تنظفت حناكو نشرب من اوين في المرحلة الجهة اذا كان الدعم السريع بحرق الأغمار الصناعية بحري بحرق المستودعات بتاعت الدقيق بحرق المستودعات بتاعت الجمح بحرق المطاحن احنا هنأكل ونشرب من وين في المرحلة الجهة بحرق الجروش نفسها رغم انه مسألة تفجير البنوك دي فيها سير غريب جدا انه الجروش الفئات كبيرة وهي حاجة لكن لما نجي في موضوع الدولار ما قاعدين نشوفهم بيجيبوا الدولار رغم انهم بمشي الفرع والبنك الرئيسي وكده موضوع الدولار ده يعني هم عارفين انه الدولار ده انا بقدر استخدمه في حتة تانية ده لي قدام القروش ما عندها معنى بالنسبة للدعم السري لانه قدتلك بيكسر العمارات صنثر بخش بعمل شوبيهم وبيطلع عادي دار بالقروش ينو بيوزع القروش لي ستة الشاي غسر العربات الزول الماشي في الشارع الزول في الجزارة بيشتري في زمام الناس انه احنا كويسين بقروشنا مجار ما زي ديل فالكلام ده ما حيمش ان شاء الله احنا ما فيه مشروع الجزيرة ده اتكلم له دائر افكار سريعة بتاعت ناس متخصصين اطلعوا لي من الكلاب هاوس اكفلوا لي الكلام اللي بتعملوا فيه دائر مشاريح سريعة ازرع شنو يقوم لي شنو سريع انا الان بشبه محاصر الجزيرة ده استفيد من الموجودة الفيها ده الان كيف الموضوع ده ممكن الجيش يتدخل الحامية العسكرية رسالة الحامية العسكرية والجزيرة بتاعهم ده بيعمل في شنو اليوم ده قلت طلع لا غراراته سحبه بالليل تاني طلع غرارات ده لقال ما دار انت كبير بيذكرني النظام السابق قلال بينكبر واس يا الله اكبر فوق راسك ايش ده الخلق قلت قلله ده بكحس بشوتك اسمع دارين الافكار سريعة المرحلة القادمة دي حتكون صعبة جدا الحرية والتغيير بتحاول تضيق علينا عشان والسياسيين عشان يخش لينا بالفصل السابع مجاعة علاج ماف الناس بتموت في الشوارع الموية ضرب محطات الموية الجيش يضرب محطات الموية الجيش يضرب المستشفيات الناس بتموت الفصل السابع خشوا امنوا المطار قوة امريكية وسعودية والله ما يدقوا كران في البلد دي والله ما يدقوا مطار ذاته ما داير انه اسل شكاليكم منه بعدين التزعلانين يا حرية وتغيير على تواصلنا لخارج البحثات شالت ناسه ومرقت ما غافرين المطار ما فيع وجل جوه جوه والبر بر الله عز وجل وصف الحال يا عزيزي القحادي اسمع قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها صرفيحنا والله ما حنمرك من السودان وانا بيأتي دماء حمرك منه في الموضوع بتاع الاية دا قياس كده ما عارف ما مكتوب بها دي لانه الدعم السريع دا ممكن اختصبك وانتهك عرضك واقتلك فانت لو قاعد تقاوم مكسب بالنسبة لي لكن انك انت مارك وتحافظ على روحك لانه الذين تتوفاهم الملائكة الموت متعدد الله يقبض الانفس حين نومها ملك الموت الذين تتوفا في الناس برسلوا لينا الملائكة الآية دي نزلت في صحابة كانوا في مكة محاصرين وبعدين بيقوا كفروا والرسال سلم هاجر ما تمرك قال كنا مستضعفين فيه يا خسي دا الدعوة مارك ياخي ما تمرك انت امرك حسي عشان تجي راجع صاد دراد دجا راجع فتح مكة لكن لا احنا والله هنا قاعدنا في مصر حاجبتنا ظريفة ياخي نحاول نقدم للهجرة الى استراليا لا 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 انت ماركت هنا الذين تتوفاهم الملائكة اركبوا البسط خارجه عديل الله قال لك كده الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها قاعد للدعم السريع تسوي شنو انت هنا دار تقعد مع انا هنا في السودان ده للدعم السريع تعال نقاومه او نواجهه او ندعم القوات المسلحة ونفكر في طريقة انه نعمر البلد دي لكن قاعد والله ياخي ذكريات نعم ذي شنو ذي شنو ذكريات شنو ذكريات ايه ما بقدر شنو الوطن ما في حاج يا بيبي قم قم فك فك يا الحبيب يا النشمي في فوتوشوب يعملوا لك بيتك ده ثاني قم 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 تعال صدي رابدي احنا ما تمشي بعيد تعال نمشي مدني دي مشينا مدني لكن انا قدي الزول عطبرة تفتحها بوابة تستقبل السوار الطالعين وراجعين انت تمشي هناك تشيل عود كده انت جراح تانيه صراحة وجراحة الدعم السريع يعني 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 هو جاي حاربك ومعرف افجخك وبتاعه افجخك وشنو مشينا لقين اروك نسمين اوزون بيبي كلام دي عيب قسما بالله يعني بعدين حنجي مع الكهنة الكبار كهنة كبار يا زول سيوف وحراب وجيوش داخله وجيوش مارقة وامبراطورياته يعني انا انا بعام في النموذج الياباني ضربوهن هورشيما ضربوهن هواوي لكن الشعب الياباني لا يتحدث اللغة الانجليزية لماذا؟ رغم من الاستعمار والقواعد الامريكية الان قاعدة في اليابان ممنوع الجيش اليابان يكون عنده اي اسلاح ولا يقاتل جيش بتاعه زي 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 الدعم السريح هندمجه طبعا في انا غيرت ادمج الدعم السريح في في البتاع الزومبا دي نططه ايه ايه اقوى ايه اقوى نططه الباقي بتاعكم هندمجه في الزومبا ديه بس ولا هدف ولا غيامه تدامجه في زومبا ديه تنططه كده نشوفكم ترقصه والله جيت تربط الطرحة ديه في نصك ترقص لايه وما الدين بس انو الرجل اللي تدبيت ما بتخطر فيه بالك بتشوفه بعدين بتشوفه فاحنا دارنا خطط الان الناس ستتحرك لينا سريحة الديناء فكار مقترحات وزارة الزراعة المخزون الاستراتيجه استفيد كيف ها سماد دار سماد ازرع لك يوريا بتاع نظف لك الان تطلع ليه للشركات ما تحرق ليه الدعم السريع لتركترات حقته وزع ليه في الثمانتاشر مشروع بتاعت الجزيرة الان نظفوا لينا المجاري الثمانتاشر قسم اسمعونا الجزيرة بكرة لايف مخصص ليكم انتو بس بكرة بس ليكم دارين بصل دارين طماطم دارين نحافظ على ليه ليه عندنا سبعتاشر ولاية ما فيها اي حريب قاعدين انت مكتفين الدينكم والخرطوم والمركز مركز ولا ما مركز دار شنو انت دار شنو مواد قلي تجيك بس دارين نغطي الحوجة بتاعت المرحلة القادمة من السودان نتخيل انه احنا ما حنقدر نستورد اذا استوردنا ما عندنا صوامع نخط في الخرطوم اذا استوردنا وخطينا في الصوامع ما عندنا مطاحن اذا عندنا مطاحن ما عندنا مصانع للتغليف فاحنا لازم نفكر في الحاجة دي احنا حنبني احنا بنتكلم في مرحلة ما بعدي حميدتي الناس المتابعة معنا من زمان قولنا مرحلة ما بعد البشير والله الحمد والمنى عدينا مرحلة ما بعدي حمدوق ولله الحمد والمن needles عدينا مرحلة ما بعدي حميدتي حميدتي، هس اللي نقوله علناً هس لو حميدتي ده مات الجيش ممكن إعلان الموضوع ده بيحصل شنو؟ ولا حاجة لأنه الجيش لما بدأ المعركة وبدأ الدفاع عن الشعب السوداني والدعم السريعي تمرد وحاصر المعسكرات كلها حتى حاصر بيت البرهان اللي هو الرئيس مجلس السيادة هو الدعم السريعي ماشي مخطط فالجيش انتبه للحتة ده وماشي جبر بيتها حميدتي ماشي بغرض الغتل والفكرة إنه قواته حتتفرتق وحتصيح كده وفي النهاية حتتلملم وحتتحسم وده الحاجة الماشي حسي حميدتي ماء في الكرسي ده ما حيخشوا نائب رسمي جس السيادة ما حيخشها ما في تاني ضابط في السودان شريف مواطن حيحيي المستعمر ده خالص ولا يخطر في بالك ما في تاني راجل تكسر ضهره تكسر عرضه تاني حيجون دعم سريع ماشي بيصفة غانونية في السودان والله العظيم لو تحرقوا ما حتحصل الحاجة ده لا يمكن مرحلة ما بعدي حميدتي احنا بنتكلم في الآن بنفكر في مزالة نجهز الجزيرة ما عندها مشكلة تتحرك طوالي قوة عاملة موجودة دارين شنو الشركات الحكومة ذاتة تتفتح المخازم بتاعت البنوك اللي بتتتحرك دي طلعوا التركتورات دي نظفوا فبكرة حعمل لكم مغارنة بين الحاجات اللي عملوها القحاتة والعملوها الشباب السوداني الشرفة قحتي مقعدة ثلاثة سنة ما عملت ولا حمدوك لما انتغل الى الامارات تمام؟ ما فتح ولا مستشفى واحدة خشاة في الكلاكلة وقفوا اللي جام مقاومة حاصروا دخل مركز صحي روضة تغريبا أنا بس يعني هي شكلها روضة بالبنفسج لكن اسميها مركز الثاني ما فتح حاجة ما قصة لها حاجة زلدوا عمرو كله ما قصة شريط وعمرو كله على الضمان ما قصة شريط تقاعت عملت شنو؟ مشاريع الشغالة وقفت الشركات جابوها هنس مشروع الجزيرة تنظفت ترع الحرية والتغيير صادرت المعدات حقتها وسجنت السيادة قالوا كيزان طيب ما تعمل البديل؟ لا لا ما عندهم مشكلة انشفى المشروع واطلع ودي يتفاصح لينا لا لا كلام زي ده تانى ما في حرية شنو ندوى في رفاعة وندوى في لا 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 الحلاوي حلامك انتهت انتهت الحرب دي نظفت ليلة البلد دي منكم ما بدو قوة تانى وحسب المناسبة أنا معرسكم في صفحاتكم معرسكم في جروباتكم معرسكم في نقاباتكم نقابة كاملة صفحة بتهت نقابة المهندسين الدعامة بيتردن في الانصرافي شفت الردود بتاعتهم كيف؟ ان الله يدافعنا الذين اامنوا انا قاعد اعرسكم سندقوا معاقلهم قاعد ادقوا معاقلكم وحفرتك احزابكم وحطارتكم بالانتربول والملفات قاعدة والله جيت تسكت وساي والليلة انتوا ساتين من الصباح ما عارفين ما عارفين تقولوا شنو لا في طيران لا في بتاع غلبكم امس اه تمسخرتوا في الجيش كويس لكن الليلة غلبكم ارض ارض و ارض جوه و ارض لايف كله اي زول صرح بانه الحرب يا الاطاري ده بالنسبة لينا جريمة و شراكة مع مجرم و متمرد اي زول عنده فيديو اي زول في صفحته قال يا الاطاري يا الحرب و هتخربوا البلد و البلد دي احنا هنسلح زي جحفر حسن ده دعا للحرب و التخريب ده جاب الانتربول بلاغك لازم يجهز حسي جحفر حسن انت ما تظهر محمد الفكي ما تظهر محمد الفكي قال حرية و تغيير الان ما هي حرية و تغيير خلاص قال سنقاتلهم عليها خلاص قال الكلام ده في الندوة بتاعت رفاة دي خلاص يا اخوانا اي زول قال الكلام ده يجي وريني انت قلتوا ليه مريم قالت سنطور ادوات مريم قلت الكلمة دي شنو الادوات اللي حتطوريها تيجي تشرح الينا في النيابة النيابة والكاميرا قاعدة مباشرة غناتت سودان طوال المحاكمات و الدسلسة البسودة ما فيه احنا دارنا وعي الشعب المستعبد ده يطلع من العباية بتاعتكم الكيزان فتحوا الحدود وجابوا جماعات ارهابية يا اخوانا الكلام ده كيف يعقل ابراهيم المرغني وزير الدولة بوزارة الاتصالات اللي هي في البرج بتاع الاتصالات اذا هو طبعا نكرة لكن يعرف باستاذة السابيح المبارك زوجته وطبعا انت بتجيب الاعراض هو منتسب للدوحة النبوية قال النبي جده قلت له يا اخي مرة تقديمها بتطلع عريانة جدامنا يجيب البيت ويجيبهم في الحوض ويتبهبهم جمع باستاذ الخنازير بيطلع بيعمل رحلة الصيد باستاذ الخنزير البري يا اخي حرام ما بيأكلوا خنزير البري رافعوا كده مع البندقية ومع الرئيس المرهة دي قلت له يا اخي المرهة دي انا ما عندي معه الشغل اذا قاعد اتكلم في موزيع انا مال وماله لكن يا اخي تمام كنت تعريسه وتقول لي اخي تميدي يدك وتقول لي اتكو قاعدين تصل عليه في الصلاة لا 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 ما في كلام زي ده هذا الذي تعرف البطحاء وطهط اوهو قل له ولولا التشهد ما قال لا انقط الا في تشهده ولولا التشهد كانت لا اهو نعم دي الاهر البيت فانت الموضوع ده مضروب ابراهيم المرهة ده قبل يومين كاتب انه الحرب لازم تقيفه وبلادنا تعود ومعارف كاتب لينا الدعاء وفتاعه وخرابيك ساعد طيب يا ابراهيم المرهة اخي احنا شفناك في صورة انت سكت الدعم السريع قبل ثلاثة شهور اربعة شهور وديت حماية تكسلة وزورته المزار بتاعكم بتاع سيدة مريم المسجد المكسر ده والتماسك يده ومصورين جنب بعضه بتاعهم معجب يعني انت ذاتك نظام انك انت طلعت من الاطاري جيتنا بالدعم السريع وانت ماعرف ان الدعم السريع بيبلع فيك طبعا الزولة زي ده احنا بالنسبة لنا يتكنصل حزبه يتكنصل علاقتك مع الختمية ده موضوع بخصك انا ما تفرض علي الزول ده لازم يتربس تحكي لنا عن علاقتك مع الدعم السريع الدعم السريع والجيش كانوا مؤسسة وحدها انتوا بتمشوا تقعدوا تدهنسوا مالكم كل دقيقتين يجبوكم مصورين مع حميتي ما بتصوروا مع البرهان ليه اليه عندكونا البرهان كوز وحميتي الانشو جهاز الامن ما كوز ليه السبب المغضول ده ديرلو دراسة اي يزول فيكم قال كلمة حرب يا اطاري طوال التالي جريمة بتاع تحاربة البلد دي كلها اتحرقت البلد دي اتحرقت احنا ما حنحاسب حميتي ولا حنوسق له جرائمه عشان نوديه الجنائية الجنائية بتاعتنا دي كوبر دي هنا ده املاك حميتي حتصادر لازم تصادر العربية السوداء بتاعت التشويش بتاعته دي واللاندكروزر الابيض القدامه دي بتاعاتي اخوان انا حجستهن والبيت حقه في جبرة ده والمنطقة بتاع الجبرة انا اتوقع يومين ثلاثة ان شاء الله الشفاتة دي لدخولوا جبرة اي حتة بتاعت بيت دعمي سريع هنفتحها مستشفى وحنفتحها بيت للناس البيوتها تكسرت لحد دي ما نحلل لهم مشكلة اي بيت بتاع دعمي سريع طوال دي اعملها في دولة يازور الدولة منه الشعب السوداني والجيش جزه من الشعب السوداني احنا ما تعبعين للجيش الجيش هتابع للشعب السوداني الجيش هو الجزه من الشعب السوداني يده التي تبطش نقابة الاطبة يد الناعم التي تداوي نقابة الموسيغة اليد الناعمة التي تعزف الموسيقى ده جيسين بمشي بيتحرك الشعب بمشي كده المزارعين وزارة الزراعة ده جيسين ده جوزه من الشعب لا يتجزى الوطنية معيارة الشعب السوداني دائر شنو وتعملوا ليه وتمشي معاه مش تجد جيسنا كلنا تقول لنا لأنكم واكفين مع الحوري انتم كلكم كهزان والكهزان أثروا فيكم ما فيكم واحد محزب بيقدر يقعد قدامين داقيقتين اغنعيني منطق منطق يا تدخل فيها تهمة يا إما إنك تدخل فيها تخوين يا إن النزول ده والله يا أخي كوز يا إما واحد كاتب ليه قال ليه قالوا يتصلح جوش خالك رد على التهمة التهمة دي أنا بقبلها جدا ما عندك مشكلة لكن بنفس الحساب ده نتحاسب به مع الباقين تمام؟ مريم الصادق أخوها عبد الرحمن الصادق المهدي مستشار عمر البشير وما ده خليقنا التمكين إيجي معانا ولا ما يجي؟ خال السلك خالوا جمال الوالي إيجي معانا ولا ما يجي؟ إيجي معانا؟ مدن عباس مدني أبوه كان رئيس ميجليس بتاع ولاية مؤتمر وطني قطاع ماسك قطاع في المؤتمر وطني إيجي معانا ولا ما يجي؟ إيجي معانا ولا ما يجي؟ بس ألك إيجي معانا ولا ما يجي؟ صديق الصادق رئيس اللجنة الاقتصادية في اللجنة المركزية للحرية والتغيير الموقع على الاكتفاق الإطاري أصلا ما ظهر مريم أخته ورباح أرجل منه مشارك عطل منان المسجون حسي في مزرعة بتاع الدواجن ضخمة جدا اللي بيأكلوا منها حسي ناس حزب الأمة بيضي جداد دي يتفاصحوا لك ناس وفاء إسماعيل المهدي التكوز التكوز ما تشوفي عمك ده واحترف المزع سأله قال لي المستمرة الشراكة حسي قال لي مستمرة قال لي لكن عطل منان جوا السجن واللجنة التمكين صادرت كل حاجة قال لي صادرت كل حاجة لكن بس المزرعة ما صادرت ما بتخجلوا أنا بتكلم ساعة ونص بكتبه أستاذ بالطول والعرض بتجي تقول لي ده كوز البرهان ده عرفتو حسي لما رشحتوا لنا ويجبتوا لنا يا براهيم الشيخ ما كنت عارفه كوز الحاجة الثانية الدعمة السريعة الآن بيستخدم السلاح اللي هو الكلام اللي قاله عبد الرحيم دلقوا قاد ندعو شرفاء القوات المسلحة الانضمامة للمليشة بتاعت الجامل السريعة خرابيضي احنا هنشتغل شغل تاني الحرية والتغيير طبعا قاصة انه الجيش يرتكب اي حاجة يقوم يصنفها جرائم حرب زي ما قلنا الدعمة السريعة بيحتمي بالمناطق المحمية بالغانون المساجد والكنايس والمناطق الاثرية والمستشفيات وكده دي محمية بغانون دولي فاذا حصل في اي جريمة طوال الدعمة السريعة عشان كده بيصور هو الصفحة بتاعت الدعمة السريعة هي اللي بتنشر فيديوهات الدعمة السريعة بيحصل لها مونتاج وبيحصل لها تحضير ما بتصور عفويا تمام فايحنا اسع قلنا انه حنستخدم الاعلام ده ضد وتوثيغ توثيغ جرائم الدعمة السريعة اولا وفي نفس الوقت بس الرسائل دي يا اخي هما ماشين يحرروا ونظفوا بحري فيها دعمة السريعة عشان القاحات دي اللي ما يخشوا معنا في لوم نقطع لهم في راسهم احنا والله يا اخواننا جاييننا حرر بحري دي اطلع العسكري دي فوق الماكروفون بتاع الجامع الصلاة الجامعة يا اخواننا ايدا عامي قاعد له في بزولة اللي اطلع علينا برا انا طبعا شروط الاستسلام ومعاملة الاسرة شفتها عند القوات المسلحة امس نزلوا فيديو مقاعدين العساكر بصورة محترمة والعسكري بيجيب بيقول والله انه هو ملازم في الدعم السريع فيديو مبارح شفتو قاعدين بصورة محترمة ولفسين ملكي بعد اللايف بتاعي وبعد ما قلت الجيش بتعمل بي طريقة كويسة جغال يا اخو والله يا اخي انا برسل رسالة لوالدتي ومعارف من هو اهلي وانا طيب والمعاملة كويسة الحمد لله ما شفنا منه نلا كله خير وديه الاخوانه وبتاع كلام جميل جدا الليلة جايبين فيديو لعساكر بتاعين جيش وهم ما عساكر جيش ولا حاجة بيقول له بلا البرهان شفتو الالفاظ وشغل انها القحاتة دي حاجة بتفخر طبعا عند الدعم السريع ما فيه ما فيه ما فيه دي المابشر شواطين فالإعلام ده احنا هنكلمكم تاني حتا حتشوفوا الايام الجاي حيطلع لكم هنا الضابط في الجامع يا دعم السريع القاعد في بيوت الناس الليلة الناس كلها الشعب السوداني البره والجوه مفوض الجيش بيقولوا لهم اضربوا بيوتنا زاته مش فيها دعم سريع اضربوا بيوتنا حتى لو فيها ناس اضربوها الدعم ده لازم انتهي طفويل زي ده في الكوكب كله ما حصل والجيش لسه شغال باحترافية ما عمل الحاجة دي لكن كاميرات الدعم السريع قاعدة والقحاتة قاعدة زي ما قلنا قبل شوية دارين مواقف واضحة من الحزب الاتحاد والختمية الختمية البدوا ليكم في الشمالية وده المبارحة والمبارح شوفنا مواكبكم في عضرة نهر النيل العباد الحماداب المناصير طلعت مواكب مهولة الليل شوفنا مواكب في برسودان تاني ما شاء الله تبارك الله والله الدعم السريع دي اللي يطير فعليا فدارين موقف واضح من الحزب الاتحاد الديمقراطي والختمية يتوا مع الجيش ولا ما معه عشان ما يقعد الجيش دي بزي المجهود سايو والناس يقول لك يا اخي جيشكم وين الجيش بيجي بنضف لك بيمشي بنضف لناس تانين الناس اللي ما دهرين الجيش دي يكونوا واضحين يعلنوها عشان ما تقعد تتعبوا الناس ديل ويبزي المجهود في الفاضي النقابات بتاعت السودان نقابات الصفحات الرسمية اللي عندها صفحات وغياداتها عند القحات ديل أول حاجة تاني ما في منصب دستوري لقحاتي أخوان عربي واضح ما تطلع لي شاغل منصب دستوري في حكومة الحرب دي وانت كان مدير مشروعات جزيرة مدير مشروعات جزيرة حزبي اتحادي واحدة ويدبتع بابك رفيصل دبتع محمد الفكي دبتع جحفر حسن القال يا إطار يانس يا حرب الزلداء هو قاعد في مصر في مصر دي هناك ترسلوا لي والورقة بتاعت الطلق مسج ما يجي راجع مشروعات جزيرة مكفاءة ما كفاءة يا تعالي اللينا موقفك الواضح وينحيازك للقوات المسلحة والشعب السوداني يا تقع في مصر دي هناك يا زور ما داري شوف خلقتك دي تاني أي منصب دستوري في الدولة دي يشغل زول محزب تابع للإطاري حاضر ما أعلن ولاءه للشعب السوداني ممثلا في كلمة إنه والله يدعم القوات المسلحة والدعم السريع ماليشيا طوالد خطوة ركتك دي عشان ما يجيوك ويعملوا ليك الحفلة الشعب السوداني انت لسه ما شفته حيطلعوا وحيجوكم في حاجة أخيرة للقوات المسلحة والشعب السوداني فحاسمها العقيدة القتالية انتوا هسي بتحاربوا لشنو يعني انتوا بتحاربوا هسي لشنو أولادنا وأعمامنا في القوات المسلحة بحاربوا لشنو بحاربوا السبب اللي بخلينا حاربوا شنو يا أخوان يعني الحاجة بتحارب العقيدة القتالية واحدة من جزء من العقيدة القتالية انت بتدافع عن حاجة حقتك تمام؟ أنا أتفهم تماما أن القوات المسلحة تستعين بمشمن ولاية تانية لكن فكرة أنه أنا كل راجل قاعد وعرضي قدامي منتهك حاضر ويجيبوا لي راجل تاني من حتة تانية يحرسني وجايب بس كتول الزولة الحقيقة تصب أو انتهيك عرضك المجرم ده انت ليه ما تعمل الحاجة دي؟ يعني العقيدة القتالية دافع الحرب الآن أنا بدافع عن عرض لكننا ما نجيب زول من ولاية تانية بيتعامل مع زول العسكري لعسكري أمه وأخته قاعدين هناك في أمان العساكرة في الخرطوم دي الزامية شرطة اسمه احتياطي مركزي لازم الناس تطلع تفهم إنها بالدافع عن أرواح أرواح هي أعراض أعراض هي ده عرضك أنت تطلع تدافع عنه المسألة بتاعت استخدام القوة الموجودة في الخرطوم والناس المرد بالمرارة دي لازم يحصل لها دراسة تكتيك دي للناس الحيقدر واجه الدعم السريع الدعم السريع جاي يغتصب ينتهيك يحرق وين المستهدف عنده فالمسألة دي لازم تدرسها الآن ولازم تتراجع الفكرة اللي قلناها حسي المسألة بتاعت المنشورات اللي بتطلع فيها أسماء الحرية والتغيير جربت الفترة فاتت عمل الصفحة للمؤتمر السوداني مزورة بمذكرين والناس برمجت بالقصة وهلحق وجابه فلان وهلحق الموضوع يتبلع ولا متبلع ما بلعناه إحنا لأنه حيتصد وإحنا حيتصد حقيقة لكن بلعوا الوعي بتاع الشارع وين الجروب اللي هول الهاشتاك بتاع أي قوزنا دوس دوس الناس بعت طيب الحرية والتغيير ما دار تيجي الدافع عننا ولا دار تنزل كوادر أحزاب تدافع عننا ولا لجاب مقاومة تدافع عننا الجيش يتحمل الكلام اللي بتقال فيه ده وفدانا بأرواحه وبأدماءه وبأهلهم عشان يتأهلك ما يموت والجيش بيموت واحد يموت في بر واحد يموت في بحر هو تلقاوا ساكن في الكاملين الحرية والتغيير ما عملت حاجة اي قوزنا دوس دوس اتعرف ان هو موضوع دار يحرك الشعب السوداني تجاه الدعم السريع دار يودونه وما ماشين طلعوا الصفحة بتاعتهن والله ديل المؤتمر الوطني بيشكر الفلان وفلان وفلان ديل الإعلام الصحيح قالوا علينا كيزان المؤتمر وطلعت الصفحة مزورة سكت وخجله عملوا تاني واحد واحد صاحب اسمه عبدالله عثمان ده زول طبعا مش في ناس معسلين تلقى زول وهمي كده معسل بحب يظهر بحب كده اه اه اي نمشي نجيب البتاع نجيب بالشابة كده في امتها تلقى الساعة اربعة يقول لك نمشي الفتة امان نجيب الحاجات خلينا مشي نجيب لكم الطماط زول معسل كده ما بالصاحب وما بالدار اصلا غميء ده الزول ده بدنبادر يعمل في الود يعني اه خالي سيليك حايل لي اه لا صمعينو لي هنا انا نبيز لي اخدت زول معسل انت زول معسل دار شنوين تحسل كتب غايمة فاشنو قال جاي لكلهم فلانو فلانو اللي بيحردوا على الحرب حرد على حميتي والمستشار الجنوب مبارح طلع تصريح وجابه مستشار امريكي في تويتر قال حميتي قلو في جوبا يوم خمستاشر حقزوا الخرطوم جعفر حسن 23 واحد قال احنا حنشي السلاح احنا هسي بنحرد على ياته حرب اقول للجيش ياخد حركوا من بحري امشو احمل ازبري دي اسمها تحريض انت ما عندك عرض ما عندك عرض لانو الطيب يوسف الليلة بيطلع ترويج انو في اتفاقية حتتم في خلال ساعات يا طيب يوسف فين في الناس بيقتصبوا فين في العمارات اتزول ضابط شرطة كنت لجنة تمكين ادعو ناسك يتكلم عن المنظمات الكانت بتدفع ليكم كونجرس قالت داكم مية مليون دولار حمدوق قال قروشو بتيجي من برا ناشدون انو احمل بالغوانين اعمل حاجة لا قالوا دي الهم البيدعو للحرب احنا ما تبقيني طبول الحرب مريم قالت يا الاطاري يا عندنا وسائل اخرى والله ما قلنا الكلام دي احنا وتعارف الحاجة دي لكن ما في مشكلة متصدقين باعراضنا لله برضو حركبك بعد ما انا متصدق باعراضي في ناس كده حصف فيهم بأدب بس اصبرو حسي خلينها انتهي من الدعم السريع وتخيل انو السلطة دي بيقت في قد الشعب انتو حتم شوين بعدين انتو حتم شوين بعدين انتو الموضوع دا ما يقلقكم تتفرتقوا وحتتكون ضدكم قواعد شعبية ترفضكن وتلفزكن من جوا بيوتكم والحتات اللي انتو فيها ما ترجعو تالي طيب ياسي احنا مشكلتنا شنو احنا احنا اسي كده اول دي دي تاني شهادة لنا انو احنا ما دعم سريع ويطاري اي زولي تكتب اسمه في اللستة دي صار فصار انا اسي كده شهدوا لي القحات انو انا ما اطاري واي حاجة مخالفة لمشروع الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام نقطة في النظر تدخلوها انا ضدها وحفرتقة انا مع الحق ضد الباطل في حاجة دارة سمعكم ليها اذا اشتغلت مرحب اذا ما اشتغلت انا مسكتكم كتير اخي اقول لك حاجة شكرا لكم